عافيني يا ترجفين والعمل مكتين جواحدة نايا عادوا مننا لا ما كانت صافة يا خي ولي سوارش حاجة مشي بحاله نايا يا لها ما فاكلش ناعد مننا نتيج العمل فهد 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 بشي بشي بحاله طافي تنشي الهم تراحد مش خلوله واش مكينشي الهم انا كينشي فينوه فينو ما فين يا تنجا ما فين يا تنجا فينوه الهم مكين تراحد النار واش ناس ناسا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي والعظم كما لاحظنا الجيران مدينت تنجا هما اللي اكتشفوا جوتة المرحوم عادنا نبو شوف اللي شموا الرائحة كنت نبعت من ذاك المكان وهما اللي اكتشفوا المكان دياله وعاد كي نادي ولا رجال الامن باش يجيوا يشوفوا هاد الضحية لا حوله ولا قوة إلا بليها العين المعظيم مازال الحرقة اللي ذكرت لكم ان ما بردادش لنا مازال ما شفناش هاد المجرم هادا شنو غديديروا معاه را باين الحل يعني صفي باين را الناس كاملين خرجوا دار مظاهرات داروا حالة را الاد انسان دخسوا يتعدم امام الملأ من تسنوش من تسنوش بزاف صافي حتى را العائلة ديروا اللي يصبرهم ساكن لحوله ولا قوة اللي بلا يعلم الله حالهم كديرا كما لحتوا اليوم ما را كانت المحكمة الجلسة الاولى وللأسف الوحش الادامي ما قدرش يهضار رفض انه يتكلم وطلب ان الجلسة الاخرى عادي يتكلم ده بعطوا تأجيل الجلسة حتى الاستيمانة الجاية الأسبوع القادم هذا اللي ذكرته الصحافة اليوم كانت مننا يكون العقاب شديد في حق هذا الوحش الادامي بكل صراحة وفي هذا الفيديو هذا بغتنا نتكلم كذلك على هاد الصورة اللي كتلاحظوا امامكم هاد رجل حقوقي ما عقلش لا اسم دياله كان كتب في المقال دياله اننا ما خصناش نقوله ان هاد الانسان دخسوا يتعدم وباننا الى ابغينا تسيدي تعدم امام المال فنحن كذلك اكتر وحشية منه يعني خصي يكون عقاب اخر وكذا 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 انا بغت هاد الحقوقي هاد الرجل هاد اللي امامكم في الصورة بغت نقول ليه كو كان عندنان ويلدك لو ان هاد طفلة عدنان ويلدك واش كن غادي يكون عندك نفس الرأي كنت غادي تقول satisfied كانت انقسم سيدي لما بعد ب takie كو كان عندنان ويلدك تخيل ان هاد تسيدي detecting weil لا بنتك اول ااختك اول لمك اولا تخيلها تخيل عزيزك ...؟ تخيل رأسك قبل أن تكتب ذلك الطفل كما تعلم أي ذلك الطفل وأن يشعره وأنه يغوي على ذلك اللحظة التي شده وأنه يشعره أحس ذلك الطفل ما كنت أعتقد فيه قبل أن يكتب ذلك المقال؟ ما كنت أعتقد فيه والديه؟ فكتت فيه والديه أصيقا أنه يصرخ وحظ ... وأنه يغوي على يطلب النجدة وكانت ترك المقال كما تقول في اللحظة اينا اكتر وحشية او إلا كان هو وحش انا اكتر وحشى أصبح الولد كنت هو كما هو لدينا فكانت طالبه بالإعدام وجميع الناس والجيران والأهل كما يطالب الإعدام من قريبت الرأي والمقال في صراحة تصدمت عاما أحد رجل حقوقي يسمى هشام أتبارك الله علي بكل صراحة ونعم الرجل أعطى كلام حقيقي نعتبره ولدنا لا يقولون أن الناس الذين يريدون الإعدام في تأتيهما أكثر وحشية وفقط يريدون أن يرى الغالي لديهم رأى هذاك ولدنا رأى أنت ما أعتبرت ولدك واذا لا تشعر بمعاناة هذا الطفل في اللحظة عنده 11 لسانة مع وحش قدهك في السنة هذاك شد ولد صغير تعدى عليه تكرفس عليه وفي الثالث قلنا لا لا يريدون أن يحكموا علي بالإعدام لا حول ولا قوة تألي بالله العلي العظيم دروا ولدك ورد علينا في مقال آخر لكي تكون حسيتي واذا سيكون عندك نفس الرأي الله يهديك الله يهدي الجميع والله يأخذ الحق في ذلك المتوحش الله يأخذ فيه الحق في هذا النهار بكل صراحة أعقاب شديد هذا الوحش هذا لماذا لا يزال وحش أدمية أخرى مخبية كما كان أعرف أن أطفال أخرين كما شاهدون في المواقع التواصل الاجتماعي كما كانوا مختافين الله يحفظوا صافي خمسة الأطفال شاهدت اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومع المباقين صغارين تخطفوا وما زل ما ألقاهم لحد الآن يعني هذا الشراء غادي وزيد كي تكفس وزيد كي يكتر يعني يجب أن نوضعوا حد هذا السيد هذا الحكم منعليه بشي سينين نرى كل شيء غادي لا يجب أن نسكتوا على هذا كل شيء يجب أن يهضر جميع الجيره الناس القناوات المواقع التواصل الاجتماعي لا يجب أن يهضر حتى لا يجب أن يهضر أطفال أخرى لا يجب أن نذهب أنا هنا البارح في الحي دينا مدينة فاس واحد الوحش أو ثاني وحش خور واحد الهيئة أو أخذة أخرى شاهدوا أولاد الحي شاهدوا أحد طفل صغير عنده 4 سنين شاهدوا وما عفتش لا يمكن أن نتكلم في هذا الفيديو وقدرش حركة ماشية شاهدوا الوليد صغير في الشارع شاهدوا ما عفتش نوناوي كيدرش حركات ما يمكن أن نذكرهم يالله الدراري لتفتوا له وشافوه بغوا يمشي ولوه منه هرب هاد شي عاد وقاع البارح شاهدوا الوليد صغير 4 سنين وتشد لي فوجوه وشي حركات حيوانية بكل صراحة كانوا اللي نقول الأمهات حضي ووليداتكم حضي ووليداتكم ووعيهم وصيوهم ما يمشون مع حد ما يتقف حد الله يجزيكم بالخير رمشتوهم تدز عليكم العذاب تسعة شهر الحمالة والتربية وتمارة والله يحكونوا في العوان ولكن أردو بلكم ووليداتكم الله يسهل عليكم هاتش راولة يخلع وها الظاهرة الاختطاف الأطفال راولت كثير بزاف هاد الأيام واعتدر سمحوا لي بزاف إلا كنت كان هضر بنفعل حت بكل صراحة ما تنفكرش ما سنقول نجيب ونبدأ نظر في الفيديو مباشرة حت هذا الحدث هذا ما سننسى لنا وما قد ندر حتا شي فيديو آخر حتى نرى الوليد هذا لا حوله ولا أخوة بلا تنرى الوحشة ما سنقوم معه العقوبة دياله وماذا ستكون بصراحة ما قد ندره شي حاجة مرضنا نفسيا كل شي مرض من ناحية الوليدات ومن ناحية الوليدات الخرين المخطوفين رأى الصور دياله مش تقلمت بصراحة اليوم لا حوله ولا قوة إلا بالله عليه والعظيم